مرحبا بحضرتكم معنا سؤال أخير النهاردة أنا أبلغ من العمر 55 سنة تعبئ الوحيد والأكبر في دنياتي وعدم انتظامي على الصلاة يعني أصلي وأبكي في صلاتي وألتزم وأستغفر ولكن هما يومين وباقي الأسبوع لا وأرجع تاني وأبكي وأستغفر ويومين وأرجع تاني هل هذا هو النفاق؟ أنا تعبت من نفسي أنا ما فيش وقت في العمر بدع ربنا يثبتني على صلاتي برضو ما فيش فايدة ولما ألاقي حد بيصلي بانتظام بفرح وبدعي له إن ربنا يثبته أنا تعبت لا يأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن عليه ياخد ببعض الإجراءات المهمة المعينات يعني زي كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أداوم عليها إن شاء الله مية وبعد كده أبتدي أزود في ليها فتوح وليها مدد عالي وغالي اللي هيلحظه أو يدوق بركات وحلاوة الصلاة والسلام على سيدنا رسول العيسى والسلام المواظب عليها كمان المدومة على التحصينات الشرعية صباحا ومساء قدر الطاقة بقى أقرأ أذكار الصباح أذكار المساء على الأقل أقرأ المعودات الثلاثة الإنسان يبقى ليه صلة بالذكر لأن ده مهم جدا يعني بيضعف من القوى الشيطانية وفي نفس الوقت بينور قلب الإنسان وبيسكن نفس الإنسان فبيسارع الإنسان في الخيرات من المعينات أني لما أسمعي الأذان على طول المسارعة إلى الصلاة بمجرد ما أسمعي الأذان بمجرد دخول الوقت وأعود نفسي على كده طالما ما فيه شيء يعني ضروري يمنعني عن شهود الصلاة على وقتها وأستعد للصلاة بالوضوء بحضور قلب أني بتطهر استعدادا للصلاة وأنه في عملية التطهير والتطهر دي بيبقى فيه تطهير للعبد من الزنوب مع كل غسل لعضو الإنسان بيقوم بيه ده برضو بينشط مرة هعملها ومرة هنساها ومرة هدرب نفسي مرة في التانية في التالتة هيبقى ده حالي وأنا داخل للصلاة أنا لابد من التهيئ للوقوف في الحضرة الإلهية وكان بعض العلماء الربانين يقول الإنسان قبل ما يدخل كده يبتدي يقرى المعاوذات على أساس يستعد يضعف من وسوسة الشيطان ويستعز بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ كما أمرنا ذلك ونحن في قراءة القرآن الكريم وهي عبادة عظيمة أن يبدأ الإنسان ذلك بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم يا سلام لو أنا وجدت من يعينني على ذلك من الصحبة الصالحة من الأهل ونحوهم إذا كان رجل الإنسان يشهد الصلاة في المسجد قد رطاقته ما كانش يبقى مع أهل بيته الزوجة كذلك تصلي مع أهل بيتها الإعانة دي عليها ثواب مضاعف والشرع بيدي عليها ثواب مضاعف عشان أن الناس تجمع بعض في الخير فنصلي مع بعض صلاة الجماعة في البيت أو أن أنت حتصلي في المسجد ويبقى الإنسان يحيط نفسه بالصحبة الصالحة لأن دي مهم جدا مهمة أوي صحبة الصالحة لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله إن نسيت تذكرك وإن ذكرت أعانك لا تصاحب إلا من ينهضك حاله إنه أحواله كده تعينك على الله يعديك بالصلاح وإنك أنت دايما يبقى معك في كل خير إذا نسيت يذكرك وإذا كنت من الذاكرين أعانك على هذا الذكر وده بتفهم منه التوجيه القرآني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ده شيء مهم من صحبة الصالحة معينة 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 وإحنا نجمع بعض في الخير إذا كنا أهل أسرة بيت واحد أو أصدقاء بنروح نصلي مع بعض أو لو كنا بنتزور مع بعض نقوم نصلي برضو مع بعض ده مهم جدا كمان من المعينات إنه أنا أثناء الصلاة أدرب نفسي على التركيز في كلمة كلمة أنا بنطأ بيها في الصلاة من تلاوة القرآن من تسبيح أنا بقوله من تحبيد أنا أردده من تكبير أنا أقوله في صلاتي من أي ذكر يتحرك به اللسان قلبي عقل قلبي شغال معاه مش أردد الذكر في غفلة وأقرأ القرآن في له إنما أقرأ القرآن وأردد الأذكار وأنا أجاهد نفسي في مسألة الخشوع قدر طاقتي في البداية لو أنا بسيب الصلاة وبرجع وبسيب الصلاة ننصحش بالتطويل في بداية التزامي بالصلاة معنى إن أحريك حتقومي بالصلاة بالقدر اللي بتتحقق به الشروط والأركان ما تزاوديش عن كده يعني بدل تلات تسبيحات قولي تسبيحة بدل قراءة مثلاً آيات طاولة أقرأ قصيرة وهكذا بحيث إنه ما طولش في البداية حبة حبة الإنسان يدخل كده بالراحة إلى أن ينتظم ويعتاد فعل المأمورات إياكي إنك تهميلي لأي سبب صاحبة السؤال حتى لو خشيتي عدم الخشوع في الصلاة إياكي أن تهميلي أمر الصلاة أو تفوتي الصلاة ده من تلبيس إبليس يقولك يا شيخة هتصلي ليه بقى ما أنت على طول ما أنتش مركزة في الصلاة أنت مش دماغك في الصلاة أنت عملك تفكري في كده وكده وكده ده من تلبيس إبليس إياكي صلي خاشعة مش خاشعة صلي ومدامة نفسك بتلومك فأبشري لأن ده معناه إن قلبك حي أنت حزينة زعلانة إنك بتفوتي الصلاة أو بتفوتي الخشوع في الصلاة كل ده معناه إن القلب حي دليل على سلامة القلب وإن شاء الله تعاني على الصلاة لا تغفلي عن سلاح الدعاء ولا تغفلي في دعائك عن سؤال الله تعالى المعونة وهو سيدنا رسول العصة والسلام هدينا إلى كل خير معلمنا كل رشاد علمنا نقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وما ده معناه إن الإنسان محتاج المعونة دائما أبدا فيسأل الله المدد بمعونته يسأل الله المدد بتوفيقه يسأل الله المدد بفتحه له سبحانه وتعالى إنه يكون من مقيم الصلاة وأن يكون من محسن العبادات على الوجه الذي يرضي ربنا عنا ونسأل الله سبحانه وتعالى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمين يا رب العالمين